هنا مشاهدين الكرام على أنقاض منازلهم المدمرة هنا يعيشون يضمدون جراحهم يصمدون هنا أيضا بهذه الخيمة المتواجدة على أنقاض هذا المنزل المدمر الذي يعود لعائلة أبو قوطة الذي راح ضحية هذا المنزل 17 شهيدا ولكن ما زالت هذه العائلة يعني تعيش في هذا المكان مرتبطة ارتباط وصيق أيضا بمنزلهم الذي كان هنا سنحاول يعني أن نحاور أصحاب هذا المنزل من كانوا هنا يعني كما نشاهد في هذه الخيمة للعسلامتك يا خاني والله أنا كنت قاعدة في الدار أي أتي ابني من الدور الرابع بتقول لي عمي أنت قاعدة في الدار بقولها والله هي قاعدة في الدار قاعدت أنا والله أني بدي أطلع ورح على مطارق أنا وبنات بقولها ليش قاعدت بدنا مقص في دار جراننا وأنا خايفة من القصة بقولت وأنا أروح على يبلاش والله غير أطلع وطلعت معاها فيش وصلنا آخر الشارع من هنا قير والخبطة سارة قلت يا أخي ابتها دارنا قال واش عرف كلامش دار كلامش دار وقلت والله داري والله المهم وصلت دار اللي بدي إياها بقولت بد أرجع على الدارة شوفاش اللي صار بند أمن المنات الصغار عند خلتهم إلا هو صاحب الدار بقول لي بك تموت هنا بك تحية هنا فيش الك تطلوع خالص يا ابن الحلان عشان الله عشان نبدو حشوفوا الدار قال لي ملكنش دار قلت ها وين داري قال لي نخلص بلاش تح نحكي من العبد قلت له طب كيف الأولاد قال لي الأولاد بعوض الله عليك فيهم 17 نفر لواحد ولدي أولادي 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 أبو هذا الولد كان سناعدي أولادي 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 قطع نقول قالوا خاص وشوال حاجة يزقونه وطلعونه بره وغدونه تانا عزين تخول لا إلا هذا اللي صار يا ابنك ربنا يصبرك خالتي والجرح واحد ربنا يصبرك ويرحمهم إن شاء الله أنت اليوم موجودة في الخيمة رجعت إلى البيت اللي انقصب كمان نحن عن بنينا هذا الزين وقعدين فيه ابنة غدى ابنة فطر ابنة قعد زين ما جيتوا شفتينا نقول مش لقين حتى حد يستوينا العريشة معناش مصار نوفيها ونسويها مصارينا كلها الراحة كله راح والولاد راحوا اللي كانوا يجيبوا ليه المصار ويعطونه المصار هي راحوا وهذا أبوه يعني تربى بحنانك وبحضنك إن شاء الله أنا عارفة الأمر صعب جدا أنه أطفالنا فقدوا عوائلهم مثل ما فقد والده حتى الطفولة راحة ثلاث خوات وقعدة حاضر سيدهم بالبناء الصبايا وابدنا من في الشارع أخذهم سيدهم وخلهم عندهم ومرت العبنة التانية كمان نقصها كلهم مرات بعونات وولد معها راحت كمان عنده لها قلت ماذا بدنا ننام يعملنا في الشارع قلت أنا من هنا سابت وقال أنا مش طالع من هنا تفادي أنا هني قاعدة في داري أنا سابت 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 هانا أرلار الله يأويكي خالتي وربنا يطول في عمرك ويديك الصحة إن شاء الله ويتعمر الدار وفعلا يعني هنا تعزز رسالة الصمود هنا البقاء في هذا المنزل المهدوم رغم الضمار الكبير الذي حل في هذا المكان ولكن طبق رسالة الصمود هنا مستمرة أيضا بجوارهم منازل أخرى يعني تعرضت للضمار الكبير كما نشاهد ولكن بقي جزء من المنزل موجود وبقي أصحاب هذا المنزل الحمد لله على السلام الله يسلمك الله عليك يعني نتعرف عليك سعيدة وصحبان أهلا وسهلا والحمد لله على سلامتكم أنتوا جيران منزل عائلة أبو قوطة ومثل ما احنا شايفين المنزل كم يتدمر ولكن هذه الغرفة بقيت يعني ربما نوعا ما إن كانت مهيئة للمعيشة ولكن ليست بشكل كامل أحكيلي والله أنا كنت في البيت لما صرت الضربة وطهنا للإحجار وعندي ولد كبير معقب ثلاث بنات وراء وتوفى وواحد في جامعة فلسطين كمان هذا توفى معه وأنا طهنا للإحجار علي بعد تلت ساعة تقريبا أطلعوني من الإحجار نمت في العناية بيجي أربع مرة أربعة أيام تقريبا يعني أنت من تحت الأنقاد أنت جاكم ساعة بقي تحت والله يمكن تلت ساعة ونص ساعة يمكن تقريبا كيف هلأ الآن وضعكم في هذه الغرفة أنه ضمار كبير عشرة نفار في الغرفة هذه قاعدين عشرة نفار قاعدين فيها ما توجهتوا لأماكن تانية ما رديتوا تروحوا على مدارس الأنر وأماكن النزوح رجعتوا ع بيتكم المقصود والله هنا هذا بيت يعني تعبنا فيه كثير وخسرنا فيه وشقانا كل الأمر راح يعني أولادي راحوا فيه وهنا رجعنا للبيت تاني بدن نسكن فيه الغرفة غرفتين المهم بدن نتم في بيتنا لما ربنا يفرج علينا إن شاء الله إن شاء الله بي الفعل يعني ربنا يفرجها على الجميع الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله بتتحسن الضروب تنتهي هذه الحرب القاسية مثل يعني ما نحن نشاهد مشاهدين الكرام ضمار حلة في هذه المنطقة في مخيم الشبورة في مدينة رفح ولكن بقيت هذه العائلة صامدة هنا رغم الألام والأوجاع الكبيرة التي أصابتها ترجمة نانسي قنقر